شباب زي الفل وعلى لسانهم يعني يمكن على فكرة يعني نظام البطولة بيقول انه بيتأهل منتخبين لنهائيات أمم أفريقيا ولسه عندنا مواجهات انت عندك مواجهات مع الجزائر والمغرب و تونس كمان الأخبار اللي يمكن عرفناها دلوقتي انه بيتم يعني بتجهيز ورق اتنين لعيبة حاليا في مصر ممكن يسافروا ممكن يسافروا بكرة ليه بقى قائمة المنتخب اللي سافر بها كابتن ربيع ياسين زي ما قلنا لحضراتكم وانت يمكن قلت ده من شوية فيها 28 لاعب 28 لاعب وانت لك الحق انك تسافر بقائمة من 30 لاعب علشان كده يمكن وفقا لرؤية كابتن ربيع ياسين النهاردة فيسافر اتنين لعيبة بس احنا لسه مش متأكدين علشان نضمن ان المنتخب يستمر لو تم النهاردة الاستقرار ان البعثة تكمل وما ترجعش ده يمكن يعني هيكون يعني شيء مباشر الله اعلم الشيء الجميل كمان انه فيه النهاردة رفض الانسحاب منتخب مصر من اشقائنا في تونس من تونس ومن حتى مسئولية منتخب ليبيا النهاردة برضو كمان يمكن كان فيه تصريح جميل جدا النهاردة من عبدالحكيم الشلماني العبدالحكيم الشلماني ده رئيس الاتحاد الليبي الكرة القدم كان بيقول انه بيتمنى من كل قلبه يعني انه منتخب مصر يكمل البطولة ويتراجع عن فكرة او قرار الانسحاب وقال انه مصر دي ام الدنيا ومنتخبها كبير وليه امته واحنا مع مصر وبنساعدها وبندعمها بس المهم طبعا اولا واخيرا سلمة اللعيبة وصحتهم واحنا كمان طبعا